مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان الديانة الطاهرة والنقية عند الله يمكن هذه العبارة مقتبسة من رسالة يعقوب ومن الأصحاح الأول وفي الآية 27 عندما يقول لنا الرسول يعقوب أن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامة والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دناس من العالم لكن هذا الموضوع كيف للإنسان أن يميز بين الديانة الحقيقية والديانات الزائفة عش كده الديانة الطاهرة والنقية عند الله وما هي مقاومات وما هي مقاومات الديانة الحقيقية التي عندما يؤمن بها الإنسان يبقى موقن بكل قلبه أنها فعلا هي هذه التي أعلنها الله عن نفسه أكلم شوية عن السؤال دوا وأحاول أجواب عليه النهاردة لأنه هناك بعض الفيديوهات الكثيرة التي تتحدث عن مقاومات الديانة الحقيقية ونحن نعلم أن العالم اليوم مليء بالديانات المختلفة وأفكار مختلفة ومعتقدات مختلفة فكيف للإنسان أن يميز بين الحق والباطل بين النور والظلمة بين ما هو من الله وما هو من إبليس أولا هل المسيحية ديانة؟ هذا هو السؤال الذي نبدأ به هذه الحلقة هل المسيحية ديانة؟ على طول الإجابة بصورة واضحة جدا أن المسيحية ليست ديانة بالمفهوم العام للديانة أو للديانات أي أنها ليست طريق الإنسان به يصل إلى الله واضحة؟ لا أن المسيحية غير كده المسيحية هي طريق الله للإنسان الطريق الذي أعلنه الله للإنسان وليس الطريق الذي صنع الإنسان لنفسه لكي ما يصل به إلى الله هناك فرق كبير جدا بين الاثنين الديانات الأرضية كلها هي طريق الإنسان وضعه لكي ما يصل به إلى الله فعش كده وضعت أشياء كثيرة وعبادات كثيرة وفرائد كثيرة وأمور كثيرة إذا فعلها الإنسان يصل بها إلى الله ولا يستطيع الإنسان في الواقع أن يصل إلى الله فالمسيحية ليست ديانة بهذا المفهوم العام فهي ليست طريقة يتبعها الإنسان لكي ما يصل إلى الله المسيحية في الفكر المسيحي هي شخص المسيح المسيحية هي علاقة حية مع شخص المسيح من له المسيح له الحياة فالمسيحية هي أسلوب حياة هي علاقة شخصية هي إيمان من كل القلب هي اعتراف بالفم بمن هو يسوع وماذا فعل يسوع كويس فالمسيحية هي المسيح وعندما نقبل المسيح نصير مسيحيين وعندما نصير مسيحيين نسلك كما سلك المسيح دي المسيحية بكل بساطة كويس طيب هل ممكن أن نقول أن المسيحية برضو تعتبر ديانة إذا كان مفهوم الديانة هي عقائل ثابتة وإيمانيات وسلوكيات فأقدر أقول ممكن ممكن نقول أن المسيحية بهذا المفهوم تعتبر ديانة لأنه لنا عقائل ثابتة كويس ولأن لنا أيضا كتاب معدس يحثينا على سلوكيات واضحة ولأن أيضا إيماننا إيمان واضح فهي ليست ديانة بمفهوم العالم أنها طريقة للوصول إلى الله لكنها إن اعتبرنا أن لها نظام إيماني وعقائدي فممكن نقول أن المسيحية بهذا المفهوم ممكن تندرج تحت أيضا الديانات أو الدين طيب أجي إلى سؤال آخر كيف نميز بين الديانة الطاهرة والنقية عند الله والديانات الأخرى ما هي معايير الديانة الحق ما هي معايير الديانة الحق وكيف لنا أن نميز بين ما هو حق وما هو باطل كويس طبعا مفهوم الديانات السماوية أنا لا أؤمن بفكرة اسمها مفهوم الديانات السماوية يعني اللي بتكلم عن اليهودية والمسيحية والإسلام كديانات سماوية أعتقد أنه محتاج يراجع مفهومه في ضوء كلمة الله فاليهودية في حد ذاتها ليست ديانة كويس والإسلام في نظرنا في إيماننا المسيحي ليس دين سماوي كويس الله عنده طريق واحد يوجد طريق واحد أعده الله للإنسان لكي يقيم الإنسان من خلاله علاقة شخصية معه اليهودية ليست ديانة مستقلة اليهودية هي جزء من تاريخ الخلاص جزء من معاملات الله مع الإنسان واعداد المسرح العالمي واليهودي لمجيء المسيح المخلص فجزء من وجود اليهودية كان لكي ما يأتي المسيح من هذا الشعب وجزء أساسي من رسالة الأنبياء هي إعداد الشعب بنبوات كثيرة عن شخص المسيح عشان كده بوليس الرسول يقول أنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه كويس فعشان كده العهد الأديم يعتبر جزء أساسي من تاريخ الخلاص من معاملات الله مع الإنسان ووعد الله بمجيء المسيح لخلاص الإنسان وعطاني نبوات كثيرة منها من هو هيعمل إيه يأتي من ناس لمين ألامه صلبه حياته فداءه كل الأمور دي يتكلم عنها العهد القديم فالعهد القديم كان يعدنا أو يعد الإنسان كويس أو زي ما يقوله رسول بوليس أن النموس كان يؤدي بنا أو يؤدبنا لمجيء المسيح النموس كان يكشف ضعف الإنسان لكي ما يعلن احتياجه إلى المخلص الذي سيأتي في ملء الزمان فاليهودية ليست بهذا الاستقلالية عن المسيحية جزء من تاريخ الخلاص في الفكر المسيحي كويس فعش كده ليست أعتبر ليست ديانة مستقلة والإسلام الرب يسوع ألها بكل وضوح أنه يأتي بعد أنبياء كذب كثيرين ويدلون كثيرين فبالتالي لا أؤمن أن الإسلام هو دين سماوي لا بحسب إيمان المسيحي المؤسس على كلمة الله فهناك طريق واحد هذا الطريق هو الذي أعده الله لخلاص الإنسان أن كل من آمن بالمسيح له حياة أنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية عشي كده يقول لنا الكتاب وهو بيوضح لنا ارتباط العهد الأديم بالعهد جديد يقول لنا هذه الكلمات في بداية الرسالة إلى العبرانين الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وتركن كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهم فكمال إعلان الله عن نفسه كمال إعلان الله عن فداءه وخلاصه قد تم في المسيح يسوع وعش كده بنفهم هذا أيضا لما بنرجع للعهد الأديم وبنفهم كيف تكلم الله للآباء بالأنبياء وبأنواع وتركن كثيرة عش كده في إهملنا للعهد الأديم خسارة كثيرة ولا نستطيع أن نهم العهد القديم لأنه كلمة الله آه نحن لسنا تحت النموس كما كان اليهود لكن نحن مطالبين أن نفهم ونعي معاملات الله مع شعبه وإعلاناته الكثيرة عن نفسه وعن خلاصه وعن شخص المسيح في العهد القديم طيب أجي إلى السؤال ما هي المعايير أو معايير الديانة الحق ما هي المعايير كيف لي أن أفهم أن المسيحية في معاييرها هي دين حق أو هي إعلان إلهي حق أما بقية الديانات العالم الموجودة فهي مؤسسات بشرية مؤسسة على أفكار بشرية دنيوية لكي ما يحاول بها الإنسان أن يصل إلى الله في فيديو هذا الفيديو بيحاول فيه الداعية أنه يقدم لنا المعايير أو مقومات الدين الحق فخلينا نسمع الفيديو الأولاني اللي بيطرح هذا السؤال ونرجع نعلق عليه لكن بشكل عام عايز أتكلم الأول عن مقومات الدين الحق إيه هي المقومات اللي احنا لو وجدناها في دين معين يبقى الدين ده حق من عند الله عز وجل طيب ده سؤال أعتقد مهم ما هي مقومات أو خلينا حطها معايير الحق إذا وجدت فيه دين معين يبقى نقول أنه هذا الدين هو دين حق بالنسبة طبعا للشيخ هذه المقومات بالنسبة له حكتين وأنا مش هسيب الحكتين دول هتكلم عنهم بس هما بالنسبة له حكتين وعش كده في الفيديو في الفيديو التاني والتالت بيحاول أنه يجاوب على هذا السؤال بأنه يقول لنا أن مقومات الدين الحق حكتين أول حاجة المصادر أو الوحي النص الموح به وتاني حاجة التراث الذي يفسر لنا هذا الوحي فنسمع الفيديو التاني ونكمل مع بعض لو جينا تكلمنا عن الإسلام ليه الإسلام دين الله الحق ببساطة بسبب المصادر كويس ببساطة بسبب إيه المصادر أنا بقى المعايير اللي عندي مختلفة المعايير اللي هو قالها دي تعتبر معايير مهمة وهتكلم عنها لأنه هو بيتهم فيها المسيحية أنها أولا مصادرها أو النص بتاعها أي نعم وإن كان من عند الله لكنه هو حرف وبالتالي أيضا لا يمكن أن تكون المسيحية دين حق لكن هذا الداعية هذا الداعية يبتعد كل البعد عن معايير أخرى أساسية بل وجوهرية في معرفة الحق من الباطل كويس وأنا هذه المعايير هلخصها وهرجع للمعايير بتاعته هتناقش فيها مع حضرتكم المعايير الأول هو مؤسسها مؤسسها حط خمسمائة خط تحت هذا المعايير لأنه هذا الداعية لا يجرؤ لا يجرؤ أن يتحدث عن مؤسسها أتكلم عن النقطة دي الذي الذي أسس الذي أنشأ كويس المبدئ المبدئ لهذه العقيدة أو هذا الفكر من هو كويس وهنا هنا هنقف أمام تضاد رهيب جدا و إدراك أنه فجوة كبيرة بين يسوع المسيح والمسيحية وبين نبي الإسلام وفكره مؤسسها دي أول نقطة بالنسبة لي هو لا يجرؤ أن يتحدث عن هذا لا يجرؤ نهائي كويس النقطة التانية مضمون تعليمها هل هذه التعليم فعلا ترتقي بالإنسان هل هذه التعليم تجعل من الإنسان شخص جديد مختلف هل هذه التعليم تطلق طاقة الخير والصلاح والتضحية والبزل في الإنسان أم تطلق طاقة الشر والشهوات الشريرة والرغبات الجنسية في الإنسان أيهما دي نقطة تاني دي نقطة مهمة والنقطة التالتة سلوك أتباعي كيف سلك من اتبع يسوع المسيح وكيف سلك من اتبع الإسلام ورسول الإسلام من هنا نعرف نعرف إذا كان ما يدعيه الشخص حق أم باطل حق أم باطل لأن أحبائي في عبارة يمكن بنقولها دايما في يعني من الأقوال الشائعة الأمثال الشعبية أنه فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فالمؤسس والمنادي والمعلم الأول مهم جدا مهم جدا يعني لذلك لو قلنا أن هناك بعض الناس تتبع الفكر النازي أو النازية جميع أول أول حاجة أول حاجة أسألها مين هو مؤسس هذا الفكر وكيف عاش وكيف سلك هل قتل هل زنى هل اختصب هل كان إنسانا شريرا أم إنسانا صالحا دي نقطة أساسية هنتكلم عنه أخد مداخلة الأخت في ريال وهارجع أكمل مع حضرتكم ألو ألو أخي أشرف أهلين أخت في ريال كيفك نشكر الرب عزيزي نشكر الرب إن شاء الله تكون بألف خير نشكر ربنا الحمد لله أنا بس حابة قبل ما أقول مداخلتي الحلقتين اللي قبل اليوم اللي كانت الرد على منقذ السقار اللي يحتاج إلى منقذ مسق ومخلص هذا الرجل فاللي كانت عن الغفران اللي هو يفتخر إنه ما عندهم غفران مفتخر لكن لمن يقول الله عندهم اللهم غفور رحيم فأنا ما أفهم كيف ما عنده غفران وكيف إله غفور رحيم هو منه اللي يعلم الغفران هاي النقطة المداخلة الأولى الثاني موضوع يا أخ أشرف الرب يباركك ويحافظ عليك ويوسع تخومك يا رب لما جاوبته على طوبة لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة من مزمور مية وسبعة وثلاثة كان ردك فعلا الرد من الروح القدس وأنا استفاديته كثير لأنه الحقيقة افتهمته كثير كثير عن هذا المزمور مية وسبعة وثلاثة الرب يباركك ويحافظك أما هاليوم أنا رح أنت تكفي وتوفي الرب يحافظك بس حابة أقول الدين اللي ما يغير الإنسان ويجعله إنسان يكون يعلمه السمو والقداسة والطهارة صدقني أنا أغير هذا الدين أنا أغيره وأخرج من هذا الدين وما أعبد هذا الإله إحنا عدنا يكفينا إحنا عدنا في إيماننا المسيحي عدنا الرجاء والخلاص اللي الرجاء اللي الأبناء يرجعون مثل القديس أو الصينوس والابن الضال يوجد رجاء طالما نحن أحياء يوجد الرجاء في التجربة والضيقات يوجد رجاء لأرسل لقاء لأرسل نشوف نعريس الرب يسوع المسيح لما يجي ويأخذنا طريق السماء عدنا هو طريق الحب ولغة السماء عدنا هي الصلاة التواصل مع الله أما ماذا عندهم هما الجنة عندهم حور الأين وغرمان المخلدون اللي هي أنا آسفة أقول اللي هي الدعارة بعيننا وبعدين الإسلام اصدر رسول الإسلام اصدر كل وكثر تعاليم الله اصدر اسم الله اصدر حكمة الله اصدر قداسة الله اللي يشجع على الصغائر والكبائر مثل الفواح ايش وزواج المتعة وغيره وغيره وبالأخير احنا عدنا رجاء الرب الإله يسوع المسيح اللي هو الله ظهر بالجسد تجسد وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن يخلص فهذا عدنا هذا الإيمان المسيحي وأفتخر وأخلي هذا الإله على راسي وأقبل قدمي ليل ونهار وأشكره وأحمده أشكرك شكرا لك يا أخت فريال ربي باركك ويحفظك احنا دايما بنسعد بمدخلات حضرتك معنا ربنا يباركك النقطة النقطة الأساسية اللي هنكلم عنها دي المعايير أحبائي دي المعايير معايير لو أنت عايز تعرف إذا كانت مثلا أي فكر أي فكر خد إذا كانت شيوعية عايز تقتنع بالفكر الشيوعي إذا كانت عايز تقتنع بأي فكر خد وادرس عن مؤسسها واعرف مين هو كويس لما يجي بقى ليه المسيحية وأكلم عن المسيحية هي المسيح يسوع المسيح وهنا هنا لا يجرؤ المسلم أن يقول شيئا عن يسوع المسيح لا يجرؤ لا يجرؤ أن أن يقلل من عظمة وقداسة يسوع المسيح يسوع المسيح اللي موجود في القرآن اللي أعظم حتى من رسول الإسلام في القداسة والبر والطقوة كل هذه الأمور بيس لما يجي إلى كيف عاش يسوع كيف عاش كيف كانت حياته هل عاش بالسيف هل عاش يغزو وينتقم لنفسه هل عاش يشتهي النساء هل عاش يجمع الأموال والغنائم لنفسه كيف عاش يسوع يسوع الذي قال أن لتيور السماء أو كار وأما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يسوع الذي يقول عنه الكتاب أنه كان يقول يصنع خيرا في كل مكان كان يقول فيه كان يصنع خيرا كان يشفي كان يشبع كان يقيم كان يعزي يسوع المسيح الذي في كل مكان كان يذهب إليه كانت الناس تبارك حيث ما حلت قدمه كانت هناك بركة كيف عاش يسوع قارن هذا بحياة الآخرين قارن هذا برسول الإسلام قارن هذا بأي دين آخر مؤسسه أنت بتفكر أنك تقتنع به كيف عاش يسوع هل كان حياته حياة قداسة أم حياة إنسان خاطئ ألم يتحدى يسوع الجموع وقال لهم من منكم يبكتني على خطيئة هل كانت حياة يسوع فيها أخطاء وخطايا هل طلب مرتنا الغفران لنفسه أليس هو القدوس البار والقدوس المولود منك لقد كان يسوع كامل النقاء مش بس لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش لكن لم يكن فيه ظلمة البتة لم يكن فيه ظلمة البتة كم غزوة غزاها يسوع كم رجل قتلوا يسوع كم امرأة اشتهاها ودخل عليها جاوبوني أبكلم عن يسوع أبكلم عن حبيبي يسوع عن تاجراسي عن الشخص الذي أتبع هل قتل هل كسر وصايا الله هل قتل هل أزى هل زنى هل اختصب هل انتقم لنفسه لما حد كان يقول عليه حاجة وحش كان يطلب حد من أتباعه يروح انتقم من هل انتقم لنفسه ده يسوع كيف كانت علاقته بالمال هل كان محبا للمال ومحبا للغنائم ويأخذ خمس الغنائم يعني بيكوّمها ما هي علاقته بالنساء ما هي علاقته بالنساء كيف عاشها هذه الحياة بلا خطيئة ما هي علاقته بالسلطة إن كان بيصنع معجزات فممكن يحولها إلى استغلال شخصي ده واحد بيقيم الموتة ده واحد بيشبع الجموع أليس هذه السلطة ده واحد بيهدي البحر والريح أليس هذا سلطان كيف استغل السلطان اللي عنده دوان لسلحه لما استغل له لسلحه لما استغل له لسلحه ما هي أعماله كيف أظهر عناية بالناس وكيف غفر خطايا الناس وكيف شفى مرضى الناس وكيف أقام الأعرج يمكن كتاب سجل لنا حوالي 34 معجزة لمعجزات المسيح لكن أوقات كتيرة كان يقول لنا وجميع الذين أتوا إليه شفاهم لما كان بيدخل قرية وكانوا يأتوا بكل المرضى وكل السقم وكل العرج وكل العمي اللي موجودين في المكان كان يشفيهم يسوع دي حياته دي حياته ما هي صفاته أول لما نقرى الأناجيل أول لما نقرى الأناجيل بنتقابل مع يسوع ونعرف عن صفاته هل كان رحيما أم مفتريا هل كان غفورا أم منتقما هل كان مضحيا أم يجعل الناس يضحون من أجله هل كان طاهرا بارا صادقا أمينا عش كده أنا بشجعك عزيز المشاهد اللي أنت بتدور وبتسأل أين هو الدين الحق مع أن المسيحية ليست الدين بس إن خدتها بالمفهوم ده أنك تقرأ عن حياة يسوع تقرأ عن حياة مؤسسها تقرأ عن حياة مؤسسها وتقارن وتقارن دو بالسئر اللي موجودة وموجودة ومتاحة عن رسول الإسلام وعن غيره رب يسوع قال عبارة مهمة جدا وأعتقد أن العبارة دي هي هي الامتحان هي اللي خالي نقول الكاشف الكاشف اللي بيفرق ما بين الحق والباطل ماذا قال يسوع في متى سبعة وفي عدد ستاشر إلى عشرين قال رب يسوع له كل المجد من ثمارهم تعرفونهم دي حقيقة من ثمارهم تعرفونهم أنا كأب أوقات بقول لولادي ما تصحبش حد بسرعة لحظه لحظ ردود أفعاله لحظ ثماره لحظ كيف يتصرف في الأزمات كيف يتصرف وقت الغضب كيف يتصرف بالمال كيف يتعامل مع غيره بعدين كرر لأنه ثمارهم هتقولك عن صفاته ودلأ له رب يسوع من ثمارهم تعرفونهم وبعدين رب يسوع قال هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسكتين لماذا لماذا كل أتباع الرسول الإسلام حملوا سلاحا وحاربوا وقتلوا وذبحوا لأنه الشجرة أساسها منبعها كده هي كده اتعلموا منين ده اتعلمون من المؤسس عاش كده رب يسوع هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسكتين هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة إذا كانت الشجرة جيدة إذا كان أصل الشجرة جيدة هتصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الرضية فتصنع أثمارا رضية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رضية ولا شجرة رضية أن تصنع أثمارا جيدة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم هل يستطيع الداعية أن يتحدث عن مؤسس الديانة كمقوم أو كمعيار أساسي لمعرفة الحق من الباطل كم وصية إلهية كسرها كم وصية إلهية كسرها كم ده بالنسبة للنقطة الأولانية لما نكلم عن المعيير الحق للدين الحق لازم أول معيار أحطه أصل الشجرة من باعها كويس المعيير الثاني وهو معيار مهم جدا أيضا مضمون تعاليم المؤسس وهنا عندما نتحدث عن الإيمان المسيحي نحن نتحدث عن رب المجد يسوع المسيح ما هي مضمون تعليمه في ناس كتيرة بتقابلنا بتقول لنا أنه أنا اتغيرت لما قريت تعليم يسوع المسيح أنا اتفتحت عناية للحق لما تقابلت وسمعت وقرأت مثلا عن الموعز على الجبل هل هذه التعليم تعليم بشر أم هي مبادئ إلهية وتعليم إلهية قارن بين تعليم المسيح وتعليم مؤسس أي دين أخر قارن قارن بين تعليم المسيح مثلا وكونفوشيوس قارن بين تعليم المسيح ومحمد قارن بين تعليم المسيح وأي مؤسس لدين إن اعتبرت دين آخر ما هو مضمون تعليم المسيح كم واحد نادى عن أبوة الله للمؤمنين أن الله أب كم واحد قال إنه لما تيجي تصلي وترفع عينك للسماء قول أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كم واحد قال إنه للبشر إنه الله اللي في السماء ده أبوكم وهو يريد أن يقيم معكم علاقة ويريد أن تكون له ابنا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله كم واحد أبوة الله وده فارق كبير جدا ما بين الإيمان المسيحي وأي إيمان آخر الله كأب يعتني بي كأب يحبني كأب يفكر فيي كأب يدبر خلاصي كأب أبوة الله ملكوت الله وما هو ملكوت الله وسيادة الله وما هي المبادئ التي تتحكم في ملكوت الله وكيف للإنسان أن يدخل ملكوت الله علم المسيح محبة الله في المسيح يسوع وكيف ظهرت هذه المحبة في شخص يسوع المسيح في كل ما قال في كل ما عمل في كل ما قدم عندما وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب مضمون تعليم المسيح يكفي أن نقرأ الموعيز على الجبل يكفي أن تنفتح حيوننا على ما قاله يسوع في الموعيز على الجبل الموعيز على الجبل تقلب كل تقلب كل موازين فكر العالم العالم الذي يركز تفكيره على القوة وعلى المال وعلى الجنس وعلى الشهوة وعلى الرغبات الشريرة العالم الذي الذي يرى في القصوى قيمة والغنى قيمة والانتقام قيمة وكل الأمور دي يأتي يسوع المسيح ويقلبها رأسا على العقد ويبدأ فيقول توبر المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماعات توبة للحزانة لأنهم يتعزون توبة للودعاء لأنهم يرسون الأرض توبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون توبة للرحماء لأنهم يرحمون توبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله إيه ده إيه ده كلام ده كلام ده ما نقدرش نجده في أي حتة تانية القيم دي الرحمة الغفران نقاء القلب الجوع والبر الجوع والعطش إلى البر المسكين بالروح العالم نهارده بيدوس على كل أمور دي لأنها ضد فكر العالم ويأتي يسوع ويعلمنا دي تعليم المسيح تعليم المسيح عن الغضب تعليم المسيح عن عن الشهوة عن الزنا ده ده الإسلام بيتفنن بيتفنن في أنه يجعل الزنا شرعي بيتفنن عندك أنواع متعددة من الزيجات أو من الزواج كل كل أنواع حتى حتى المسيار يعني يعني المسافر ومش قادر يضبط شهواته ممكن يعني يزني قانونا كله حسب شرع الله كله بحسب شرع الله بيقانن الزنا طبعا يجي واحد زي الدكتور منقص بالفكر بتاع أقولك طب ما أنت شايف الغرب أنا مليش علاقة بالغرب الغرب علماني ليس مسيحي الغرب لا تحكمه الآن لا تحكمه الآن المبادئ المسيحية الغرب تحكمه القيم العلمانية أنا بتكلم عن النص الكتابي الغرب ترك النص الكتابي النص الكتابي الذي يدين الشواز الغرب تركه النص الكتابي الذي يقدس العلاقة الزوجية العالم الغربي تركه أنا ما إيش علاقة والعالم الغربي عنده قيم إنسانية كويسة آه لكن هو الآن في قيمه هو معادي لله لكن النص الكتابي ما أعلنه يسوع بكل وضوح هو ده لي همني ماذا علم يسوع يسوع قال إنه الزنا ليس هو فعل الزنا ده الزنا هو بدايته في قلب الإنسان قبل ما يفعله يسوع قال الأتل ليس هو الأتل الفعلي لكن الإنسان الأتل بيبدأ في قلبه عندما يغضب على أخيه باطلا يسوع قال لي لما تصلي خلي علاقتك بينه وبينك لما تصوم خلي علاقتي بينه وبينك لما تدفع زكاة خلي علاقتي بينه وبينك ده اللي علمهون يسوع أحب أعدائكم باركوا لعينكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ده تعليم المسيح خد بقى التعليم دي وقارنها خد النور ده وقارنه بالظلمة دي أنا يعني من الأمور فعلا اللي تخلي الواحد يعني يفقد أعصابه لما واحد يقول لك يعني الحمد الله على نعمة الإسلام وأنا دايما أقول فين هو أنت أعمل للدرجات دي أين هذه النعمة أين أين هذه النعمة ده أنت حياتك في خوف ده أنت هتعمل كل الفرايد اللي مطلوبة منك وآخر نفس في حياتك مش تبقى ضامن كنت رايح هنا ولا هنا نعمة إيه العلم الإسلامي أكتر عالم بيسب لأنه كان سبابا العلم الإسلامي أكتر حاجة عنده قيمة القيمة بتاعته هي الغش لأنه مسموح اللي بيعلم كده تعليم المسيح وهنا أجي إلى نقطة مهمة جدا تعليم المسيح دي بتطلق الإنسان في طاقة خير غير عادية للاحواليه في طاقة خير غير عادية كل التاريخ المسيحي عندما يطيع الإنسان وصايا المسيح ويعيش الإنسان بحسب تعليم المسيح تنطلق من داخله طاقات للخير طاقة للعطاء وللبذل ولصنع الخير وللغفران وللسلام وللمحبة وللتعايش مع الآخرين إنما العكس صحيح عندما يريد الإنسان أن يتبع كل تعليم الإسلام بحزافيرها الصورة الحقيقية البشعة اللي بتكون موجودة داعش وأمثالها داعش وأمثالها دي الصورة الحقيقية على فكرة إذا أردتم أن تعرفوا من الذي يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا فلا يوجد تمثيل حقيقي أكتر من داعش لأن كل ما فعلته داعش فعلته بالزبط بزي ما احنا بنقول إيه يعني اتبعت كل المكتوب اتبعت كل المكتوب عارفين لما نقول الشخص ده حافظ مش فاهم أو كانت حافظة هو حافظ هو كده النص بيقول كده فلازم هيتعمل كده كيف تطلق تعليم المسيح الخير في حياة الإنسان مفيش حد اتبع المسيح من كل قلبه إلا وإن انطلقت من حياته قوة للخير والصلاح وللسلام وللمحبة وللبازل وللعطاء اجي الى نقطة التالتة نقطة التالتة في معايير الدين الحق مش بس المؤسس وتعليمه لكن كمان تأثيره على سلوكيات اتباعه كيف يسلك اتباع المسيح او كيف سلك اتباع المسيح كيف سلك بنعرف جيدا انه على طول بعد موت رسول الاسلام بدأت الغزوات والانطلاق نحو العالم الكافر بالسيف وبالقوة هي مش فتحات هي غزوات بس يبقى الواحد كل واحد بياخد حقه بصح هل عاش اتباع رسول الاسلام فيه سلام ده يعني حتى ابراهيم عيسى حطها في كتابه انه زي كل هؤلاء اتلوا اتتلوا تاريخ اسود دموي مش بس بينهم وبين المختلف معهم لا ده حتى بينهم وبين بعض نشوف تلاميذ المسيح هل قام تلاميذ المسيح بقتل الناس من اجل المسيح يعني تلاميذ المسيح او لما صاروا هما مسؤولين عن الكنيسة هل حملوا السيوف واجبروا الاخرين على اتباع المسيح هل قتلوا الناس من اجل المسيح ولا مرة ده بالعكس ده هما نفسهم اتقتلوا من اجل المسيح ده هما اتقتلوا من اجل المسيح ده هما اعتبروا الدرب والاهانة اللي نلوها شرف من اجل المسيح كل تلاميذ المسيح بدون استثناء يمكن فيه ما عدا يحنى الحبيب اللي ايضا لم تخلو حياته من الالام لانه نفيا الى جزيرة باطموس لكن البقين كلهم استشهدوا اللي تسحل اللي تصلب اللي قتل كلهم احنا عدنا تلتميت سنة واكتر كل المسيحيين اذا عرف انه مسيحي كان بيقتل لم يحاولوا مرة حمل الصيف لم يحاولوا مرة الدفاع عن انفسهم لم يحاولوا مرة قتل الاخرين حاولوش وانا كلمت عن الحروب الصلبية او حروب الافرنجة في الحلق الابري اللي فاتت انها لا تمثل المسيحية ولا تعليم المسيح وكانت عبارة عن حروب دفاعية قام بيها الغرب خوفا على اراضيه والغزوات الاسلامية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لكن تعليم المسيح الحقيق لا تحس لا تحس الفرد على ان يحمل سلاحه ده مش معناه ان انت كمسلم تيجي تغزو بلد غربية لا لو بلد غربية اي بلد غربية او اي بلد مستقلة مهمتها الاولى هي الدفاع عن شعبها وده امر اعتقد مشروع انا بتكلم على اشخاص حاجة تانية انظر الى الخير اللي موجود في العالم بصدق انظر الى طاقة الخير اللي اتفتحت للعالم بسبب تعليم المسيح بسبب تعليم المسيح المؤمنين الذين تبنوا اليتامة وحاموا عن الارامل يعني يعني تبنوا اليتامة وحاموا عن الارامل بالعكد ده البعثات الطبية في كل العالم كانت نشأتها مسيحية نشأتها مسيحية ده اول ناس راحوا اول ناس راحوا الخليج الامارات قبل اكتشاف البترول لما كان كلهم عايشين في خيام قبل اكتشاف البترول قبل الغنى قبل لما حتى الناس في مصر او البلاد العربية تروح الى الامارات تشتغل وتكسب الناس اللي راحت اولا واهتمت بالاماراتيين الفقراء قبل اكتشاف البترول من اكتر من سبعين سنة كانت بعثات طبية مسيحية اول مستشفى انشئت في الامارات في العين كانت مستشفى طبية مسيحية لمساعدة النساء الاماراتية في الولادة والاهتمام بالاطفال يعني يعني اول مستشفى انشئت في مصر كانت كانت مسيحية صليب اللحمر هيئة مسيحية تهتم بالانسان المصاب مهما كان لونه او جنسه او دينه او شكله كل هذه نشأت بسبب الفكر المسيحي بسبب تعليم المسيح الجامعات نفسها من هارفورد لييل لبرانستون كل دي جامعات مسيحية بدأتها الكنيس صارت النهاردة جامعات بتخدم العالم من الناحية العلمية اي نعم بتعدت كل البعد عن ارتباطها بالكنيسة لكن نشأتها كانت نشأة مسيحية ده اول رئيس لجامعة برانستون في نيوجيرسي كان جونسون ادوار اسيس بانوا الجامعات اليوم اليوم اكتر الهيئات التي تحارب تجارة الرق والعبيد والجنس وتجارة الاطفال على مستوى العالم هي هيئات مسيحية كل الهيئات اللي بتشتغل في سيكس ترافيكينج كلها يومنا الى يومنا هذا هي هيئات مسيحية ماذا كده يقول الكتاب ويعلمنا ويقولنا هذه الثامرة الثامرة من ثمارهم تعرفونهم زي ما قال الرب يسوع ان الديانة الطهيرة النقية عند الله الاب هي ماذا هي هذه افتقاد الارام اليتام والارام في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم فكر الاسلامي مش بس حفظ الانسان لا 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 الفكر الاسلامي بيبوز الاسرة ويشاوه الزواج ويجعل من الجنة مكان لتحقيق رغبات الانسان الجنسية وشهواته من اكل وجنس ونساء وغلمان اي جنة دي بتستكلم عنها اي جنة كويس دول التلات دول التلات معايير الاساسيين اللي جعلك تحكم اذا كانت الشجرة دي شجرة صالحة ام شجرة ردية من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم انا عندي شجرة في البيت بتطلع برتقان جميل اصحابي اللي يعرفوني بينتظروا من سنة لسنة ثمر هذه الشجرة وعارفين ولم يقوا عند البيت يقولوا الشجرة دي الثمر بتاعها طعم البرتقان بتاعها جميل لانها شجرة صالحة الرب يسوع قال كده انه من ثمارهم تعرفونهم احبائي فعلا فاقد الشيء لا يعطيه مش ممكن الذي قتل ان يعلمك ان لا تقتل مش ممكن الذي زنى ان يقول لك لا تزني مش ممكن الذي اختصب ان يعلمك ان لا تختصب ده بالعكس ده ان تترى في حياته مثالا تتبع اما المسيح الطاهر النقي الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمي غش قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ والذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي دون ان يميز ما بين انسان واخر هذا هو يسوع هذا هو يسوع يسوع الذي اصلي ان تعرفه وتتعرف عليه والذي ارجو من كل قلبي ان كنت بتبحث عن الحق انك تقرأ عن يسوع تتعرف عليه وافضل طريقة انك تتعرف على يسوع المسيح انك تقرأ الاناجيل الاربعة تقرأ عنه تقرأ عن تعليمه تقرأ عن حياته وقارن قارن الرب اعطاك عقل وفكر انك تقارن انك تقدر تميز ما بين النور والظلمة ما بين الحق والباطل تقدر تميز هتقول اصلا انا ناشأت واهلي ناشأ في نفس ما لهاش علاقة لانه الكتاب المؤدس بيقول لنا انت بلاعوذ ايها الانسان طول ما الرب مديلك نفس طول ما الرب مديلك حياة وطول ما الرب مديلك قدرة عقلية على التفكير وعلى الدراسة وعلى البحث وعلى التفتيش فانت مسؤول انت مسؤول انت مسؤول زي ما انا مسؤول هنقف قدام الله هنعطي حسابا هنعطي حسابا فانت بالعذر والنهاردة كتاب مؤدس متوفر على التليفون بتاعك تقدر ان انت ان انت تؤكسس او ان انت يكون تقرأ كتاب مؤدس على اللابتوب على كل وسائل السوشيال ميديا وحتى المطبوعة رب يسوع التعرفون الحق والحق يحرركم ولا يمكن ابدا ان تتحرر من الخطيئة والاثم والشر ولا يمكن ابدا ان تتحرر من عقوبة الخطيئة والتي هي موت الا بمعرفة الحق الذي هو شخص يسوع المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركم الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضرتكم